معكم ستلاح السلام عليكم معكم محمد قسوس بطاقة التعريف الوطنية A26005 المقيم بفرنسا من أجل العلاج قالي واحد المشكلة للعقار وكنت تكلمت في المرة الآخرة باختصار ولكن دابا الآن نتكلم شنو وقع من بعد ذاك التقرير ديلي أنا المهم باش نبدأ الآن هات سيدة هدي بحل لي عرفتي وكان عندي معها مشكل دي العقار فربط ما كملتش معايا عدت سائن دار عملت الالتزام بأنه غدي تغلصني فأيدي بي ما خلصت شي تبعتني للمراكش تبعتني للمراكش وعملت لي الحجز الحجز على واحد على الضطر ديلي ولكن في الحقا عملت الحجز على واحد الضطر اللي عملت فيها القيم مش إداري وبقوا تيجي والاستدعاءات تلقي بضيف فوطي إلى آخره فحتى أنه المحكمة الابتدائية ديال للمراكش عينات عينات خبير بش يقوم بإنجاز الخبرة على المنزل ديالي ما جاء شي للمنزل ديالي الحقيقي جاء للمنزل اللي عملت فيه الحجز وحد المنزل اللي هو من بني مواله فعلاً جاء الخبير وعمل له الخبرة ديالي وتيقول بأنه بطار غير صالح على السكان و... هاش يقول هو تقول أن البناية بعد الوقوف والمعاينة وإجراء التحريات لازمة تبين لي أنها بها مجموعة من العيوب خاصة بأجزاء هيكلتها وأن البناية نتيجة الإهمال وعدم استكمال البناء أصبحت مخربة وأن الفيلا توجد ضمن مجموعة سكنية مغلقة وجل البنايات مهجورة وفي حالة خراب ضايرة هذا الوصف الذي وصف السيد الخبير هدف الزوار الضر دي لي ماشي هكا أنا خديث الضر دي لي في 2013 من الشركة ديال فضاءة السعالة خديثها من عندهم جاهزة مبنية فيها جميع الهياكل ديالها بحيث أعطتني حتى باش بنات القبص وباش بنات البيسين وباش بنات كل ما هناك إلى آخره فهناك زييف وهناك أمور اللي في الحقه ما كانش خص الخبير مع الأسف يقوم باتش يادا فقمت بشكاية للسيد وكيل المالك للسيد وكيل المالك أنا في مراكش ولكن وكيل السيد المالك مع الأسف حفظها بيدعوة عن الإعدام والإعدام الدليل الإمكار والإعدام الدليل فمن بعد أو تاني جمعت هذه الوثائق كاملة جمعت هذه الوثائق كاملة ودخلت عن السيد الرئيس المحكمة تنبيله بأنه ركاين خروقات ومجموعة الخروقات اللي كاينة أن السيدة من المشاة المحافظة قالوا لها قالوا لها راه المساحة اللي جبتي معك ما هي المساحة ديالي رسم العقاري اللي الكسوس المساحة بشي هي نفسها لذلك خصك ترجع للمحكمة المحكمة رجعت للمحكمة وعملت لها محضر استدراكي محضر استدراكي بشت تقوم بإصلاحي بإصلاح المساحة اللي كاينة ما اللي ما كاينة شي في رسم العقالي الحقيقي فأنا سنتسأل مع نفسي كراجل قانوني المحضر الاستدراكي تيكون منك يتعلق الأمر بجوج ديال الأمطار خمسة ديال الأمطار ست ديال الأمطار ناشي ديال مئتين ميتر عملت للمحكمة صلحة أمنت لها محضر استدراكي بحيث اه ارتكزت على الرسم العقاري ديال الدار ديالي هو الغريب في الأمر هنا وهو انه في في الخبرة اللي عمل الخبير الخبرة المزورة اللي عمل الخبير شار في الخبرة ديالو تيشير له بالرسم العقاري ديالي بدين المحكمة عملت لها المحضر الاستدراكي رجعت للمحافظة وعطوها اه رسم العقاري في اسميتها اه هاتشي كله جمعته انا ودخلت عند السيدة الرئيس ديال المحكمة تنفسر له بأنه هناك خروقات وجزاه الله خيرا سمعني تسمعني بالخروقات وكل شي وبروطنا نعطيه الورقات فإذا به قليلا يخليك السيكسوس خروج على براء تبعا عايتلك خرجت على براء من بعض أربع ساعة عايتلي تنجبر السيدة الرئيس والنائب ديالو وشي جوجه لتتدل القدس قل لي تكلم السيكسوس تكلمت على هاد الخروقات كاملة وانا كان عندي معاد باش غادي نسافر بفرنسا من أجل العلاج قلت له أنا غادي نسافر قل لي كون هاني غري سيفحالك حنا غادي نركاء الأمورات راه باينا حنا غنضيروا إبطال بايه لكن مع كمي الأسف أنا في المستشفى بتاعيتولي تقولولي راح حكمه بيرفض الطلب جيت للمغرب وقمت با استانفة الحكم وقالوا لي الناس اللي في المحكمات السيناء بجيبنا الوصاء كلها اللي تتبث بأنه انت ركب بنيتي دار في التاريخ فلافلاني مشيت الفضاءات السعادة عطتني كل ما تي كل ما تي يلزم وعملتو في المين في المحكمات السيناء لكن مع كمي الأسف وذلك الشي اللي غير نقول لكم تنتصل بعد أولا بالناس اللي هما عندهم من الميت يجيبنا الوصائر يجيبنا يجيبنا تنجيبهم كل ما تيطلبوا مني ولكن مع الأسف تكشي كله مشاء هباءة منطورة بحيث حكمه بتأييد الحكم المتدائي أنا في هذه الحالة هكا الوقت اللي قتل اللي 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 المحكمة بني رئيس المحكمة وعدني مع لجنة ديالو بأنه غير يقوموا بالواجيب وهذا وهذا وقالوا لي من بعد بأنه غير رفضوا لي الطلب مشيت للمحكمات يقولوني يا ردك الرئيس غير تبدل ولكن ركاين النائب ديالورة موجود هنا في معكمة استناف مشيت للمحكمة استناف عند عند النائب ديالي كان وفعلا تأسف بزات من قتل ورا حكموا لي برفض ودار معي قللي الله يخليك واشنستان في المدولة أجي عندي جيت في المدولة بخيت نقلب عليه ما كان شيء بخيت أنا تنشوف أنا بوحد هنا في مراكش تنشوف أنا الناس عندهم بموقع عندي المحامي ديالي وكل شيء ولكن أنا كنت تنقوم بإجراءات كثيرة لأن المحامي مهم كل شيء يبقى في المحكمات طن لار أنا بقيت تنقوم بالمسائل يعني حلقت النائب ديال الرئيس وقال لي آمنين نجي المدولة بحلق لكم أجي عندي حصل ما تنجي ما تنجبروا شيء قادوا لي راكينا واحد سينة اللي راها رامرة طيبة وراها تتقوم بالواجب ديالها وما تتحس لبهدا وما ذا عندها غير قانون تصلت بها فعلا وقلت لها خبرة راموز ورا رد ديالي ماشي يا ديك هالخبرة الحقيقة قتلي كون هاني اسكسوس إلا عندك الحق نعطيهلك كون هاني اسكسوس إلا عندك الحق نعطيهلك وفعلا مشيت في حالي من بعد يومين تحكم الميل في فلسطينة في تعييد الحكم الابتدائي مشيت عنده قلتلي الله يودي أستاذة شنو هاتش هذا قلتلي قتلي من المحكمة وانتقل معارسي واش الأحكام هنا تتصدر بعد تبقى للقوانين ولا تبقى لعدد الناس هو المهم مشيت عملت النقد وفي ذاك الساعات وصيبت بمعرض موزمين كبير وزوني الباريز عن طريق المونديال أسيسطان جاو عندي حتل تلص بيطار وزوني الدوني الفرنسا لأنه كنت في هذه الحلاي وزلها ودابا ومن بعد أنا في باريز أنا في باريز واتصنا بالسيد القاضي قاضي الاتصال بالسفارة المغربية في باريز وعطينا هالوثائق فعلا وعطينا هالوثائق ورشدنا باش غدي نمشي والسلطة الخضائية في فاربات ودابا الميل فرا في السلطة خضائية فاربات وتنتظروا تنتظروا لأنه شو وتنطلب تنطلب غير يديروا غير خبرة مضادة باش يعرفوا الحقيقة ديال هاد المشكل الناس المسؤولين هنا في مراكش لا في ابتدائية ولا في استيناف وتنظر وتنقولهم لا يزيدكم بخير بغيت خبرة مضادة باش يترى الحقيقة عمر الخبرة مضادة ما ما عملوها وعمرهم ما بغوا يديروها يبديرو مغربا كل شي لذلك فأنا تنطلب السيد وكيل والمكيل العام للمالك والسيد رئيس المحكمة الاستيناف باش عاوتين يشوفوا الملف لأنه واحد رسالة جسم ورزارة العدل جسم ورزارة العدل تقول بأنه تتخبر السيد الوكيل العام للمالك والسيد رئيس بأن هناك خبراء شافوا الملف وأن الخبير لم يرتكل أي خطأ أنا بسفتي رجل القانون تم كل نصرح لكم بأنه السيد الخبير قام بخطأ كبير وأن اللجنة التي قررت هذا النتيجة الله أعلم إلا شفت شيء وثيقة أخرى ما شيء الخبرة لأن الوثيقة الوحيدة لكينا وهي الخبرة الخبرة اللي أمرت بها خبير بيقول لي ما معنا في الكلمة لا تسمعني ينود ويدلي يدلي ما هو أنا تقول بأنه قام بزوير الخبرة في الدار دياني والدار دياني أنا أعطتكم الوزائق ديالها ويجي هو ويقول العكس وأنا تنطالب تنطالب أو تاني واحد جد الناس وضع فيهم صاحب الجلالة اتقى دياله في القضاء وهو السي عبد النبوي والسي حسن الدكي فالمين الفرع عند السي عبد النبوي هنا فربط يشوفه ويعطي الأوامر دياله أنا الآن مهدد بالإفراغ إفراغ يعني السيدة ناضط تتعمل الزوير في أمورات الجراحة الدار اللي هي سيمة فيني وغادي تاخد دار اللي هي فيني بالبيسين دياله اللهم هذا منكر وللتذكير بعدما بعدما حصلت على الخبرة المزورة قمت بطلبي بطلبي خبير لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بش يقوم بخبرة على العقار ديالي وفعلا قام ب بإحطاء جميع المعطيات للفيلا اللي أنا فيها مرفوقة بصور فوتوغرافية تبين بشكل واضح الحالة الجيدة للفيلا الذي قال عنها الخبير الذي قام بتزوير أنها متهالكة بل أنه أنجز الخبرة على عقار على عقار حيث أن عقد الوعد بالبيع وعقد الوعد بالبيع هذا ينفدان ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرفي الخبير الذي قام بتزوير الخبرة حيث أنني وقعت مع شركة فضاءات السعادة عقد حز الفيلا الذي تجدونه رفقته وحيث أنه برجوع إلى البند الأول من العقد المذكور نجده يصف الفيلا بشكل دقيق متطابقة مع الخبرة التي طلبت أنا من المحكمة خبير المحجوب البيض من خلال المساحة والمرافق وجاء في البند نتكور بأن الفيلا ستسلم منتهية بجميع الأشغال المحكمة 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 يقول يقول أن الفيلا فيها فقط الأشغال الكبرى وتمت استمصرة على هذا الأساس أضف إلى ذلك المحضر الاستدراكي يؤكد على أن الخبير أن المحضر الاستدراكي هذا يؤكد أن الخبير زور الخبرة ولم يحدد مساحتها الحقيقية حيث أن هو بالرجوع إلى المحضر الاستدراكي بمحضر إرساء المزاد العلني يتبين بأن محضر المزاد العلني اعتمد على المساحة المحددة في الخبرة والتي ليست في المساحة الحقيقية العقار كما هو مضمن بعقد البيع وشهادة الملكية والدليل على ذلك أن محضر الاستدراكي أقر بأن المساحة مخالفة للواقع والشهادة الملكية وأن المحافظ رفض تقييد محضر الإرساء لأنه مخالف للواقع وشهادة الملكية وجاء في المحضر ما يلي بناء الطلب الذي تقدمت به الغرسي عليها المزاد العلني فلان بواسطة دفاعها فلان تدارك عن الخطأ الذي تسرب إلى ميساحة العقار موضوع البيع المسمى 35 السعادة للرسم العقاري 0-4 18-187-1815 بمحضر إرساء المزاد المحرر بتاريخ 29-12-2020 في إطار الميل في التنفيذ عدد عدد 55-60-207 حيث أشير في المساحة أنها غير حقيقية وهاتش كل تبين بأنه كانت هناك خروقات كثيرة قبل تسليمي قبل أن تسليم المعنية بالأمر شهادة المحافظة وحيث أن تقني الجهاز وحيث لذلك فأنا ثقتي بالله وثقتي بالإخوان المحامون اللي قلت معهم والعائلة اللي قلنا معهم جميعا أنهم يستندوني في هذا في هذا الظلم اللي قال أنا هناك مراكش وهذا الحقرة ومع الأسف الشديد أنه هناك بعض بعض مسؤولين رغم الخطاب اللي سيقولها صاحب جال عدة مرات بالعدالة الاجتماعية فهد النساد قاموا قاموا بأشياء في الحقرة غير معقولة لذلك فأنا سنطلب من سننادي على الأصدقاء المحامون والقودات والعائلة كسوس وبقرادا والناس اللي هما قريت معهم وبن كيران وبكري تنطلب منهم بش يسندوني في هذا المحنى لأنه الله ما تبغيش الظلم هذه في حقرة كانت حقرة حقرة كبيرة والله أعلم من شنو كين من قبل لأنه أنا اكتشفت هذا شي وأنا عارف شنو كين وهذا شي اللي بغت نقول لكم وتنسمن على الله الناس تفهم المشكل تلي وغني عندي وطائق شي دامة لتتبت على أن الخبرة مو زوارة ينود الخبير ينود الخبير يقول الكسيدي أنا ما زوارش ينود يقول بأنه أنا ما زوارش ويدلي ما يفيد لأن لأن الخبرة لأن الشكاية اللي سفت نهار لول السيد وكيل المالك دي المراكش ولي تقول فيها الإنكار وإن الدليل بأن البناية بأن الدار رأها سمي فيني وغير صالح على السكن فرسالة اللي جاتنا من وزارة العدل وتسخبر السيد وكيل العام والسيد رئيس الأول لمحكمة السينف بأن الخبراء درسوا الملف وجروا بأنه الخبير لم يرتكب أي قطأ الله من هذا منكار الله من هذا منكار الله من هذا منكار الله ياخد الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة